اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما بالنسبة لتأثيرات الشمس عليك خلال هذا الشهر واهم النقاط اللي رح تتأثر منها طيلة الشهر فهي رح تكون على النحو التالي مكاسب مالية اغلبها من عمل اضافي وفرصة للحصول على هدية او جائزة تفكير حول افضل السبل لكسب المال هذا اللي رح يكون ضاغط عليك او اللي رح يكون مركز عليك خلال هذا الشهر اكثر اشي بارقك او بارق الدلو خلال هذا الشهر هي الامور المالية والضغوط والالتزامات بينصب تفكيرهم على تزديد الفواتير والديون وتوفير المال هذا الشهر بيوعد بنتائج ممتازة مالية وفرص تمينة للحصول على المال ولكن بدك تنتبه من البذخ والتبذير والتبذير الاموال اهم اشي انه ما تخاف من الامتحانات والمنافسة اه كون مستعد ورح تنجح انت لانه الحض حليفك هناك بعض الانشغالات العائلية والادارية ولكن ممكن تصير بشكل ايجابي هذا الشهر فيه نوع من انواع رومانسية والحب والغزل والعواطف القوية ورغبي في تعزيز الروابط والارتباطات والارتباط والمصالحة اما بعد عشرين الشهر بيكون افضل من البداية وخاصة على مجالات التواصل والاتصالات والسفر وبيكون النتائج او الانتاج اكبر بكثير من السابق ان شاء الله تعالى اما بالنسبة للخارطة الفلكية وايش اللي احنا شايفينه خلالة الشهر ايش الاشياء اللي تنتبهلها وايش الاشياء اللي تحذر منها فمنبدأ ببيتك الشخصية بيتك الاول فمنلاقي انه بيتك الاول هذا طول الشهر بيتقلب ما بين ايجابي وسلبي ولكن الغالب عليه هو الايجابية في الايام السلبية وخاصة هي اول ثلاث ايام ويوم خمسة ويوم ستة يوم سبعة يوم اتناش يوم تسعة وعشرين يوم تلاثين يوم واحد وثلاثين هاي اصعب الفترات اللي ممكن تمر عليك خلال هذا الشهر اللي بتفقد سيطرتك على حالك بتلاقي حالك نفسيتك متقلبي جدا نوع من الطاقة السلبية بتأثر عليك بشكل كبير اما باقي الشهر فعندك طاقة كبيرة للتغيير والانطلاق عندك نوع من انواع المرح في نفسية ايجابية او طاقة ايجابية بتسيطر عليك بشكل كبير فحاول انك انت تشحل نفسك بالطاقة الايجابية طلت الشهر اما بالنسبة لبيتك الثاني واللي بيتواجد فيه اساسا الشمس بنلاقي انه الاغلب من موليد برج الدلو رح يعانوا من ضغوطات مالية وخصوصا اول 12 يوم ويوم 24 25 26 27 28 هاي الايام بنضغط فيها ماليا بصير يفكر بالجدول او ترتيب امور المالية بطريقة تكون يعني تساعده بالفترة القادمة فيه فرص للحصول على اموال تجيك من عمل اضافي او ممكن تجيك على شكل هدية او هبات فيه نوع من المساعدات ابتدعمك خلال هذا الشهر يعني حاول انك انت تحذر بس من المصاريف والنفقات لزيادة اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه عندك كثير من التنقلات خلال هذا الشهر فيه ناس عندهم مقابلات او امتحانات رح ينجزوا فيها انجازات قوية جدا لدرجة انه ما يتخيلوا ايش الاشياء اللي ممكن يحققوها فيه منك رح يشتري سيارة او يهتم باجهزة الاتصالات والمواصلات فيه منك رح يبدأ بتعلم لغة معينة فيه منك رح يدخل بنقاشات للاصلاح او مناقشة في مسألة معينة او مقابلة فراح يكون مبدع جدا عنده قدرة على الاقناع وتوصيل المعلومة بشكل عالي جدا اسوأ الايام اللي ممكن تضطرب فيها وما تعتمد على الحضوظ فيها تماما وما تتهور اثناء القيادي خوفا من الحوادث هو اول ثلاث ايام من الشهر ويوم خمسة ويوم تمانية الشهر اما باقي الشهر فهو ايجابي بالكامل بيدعمك بحضوظ عالي جدا اما بالنسبة لبيتك الرابع واللي هو بتخصص في بيت البيت واللي له علاقة في المنزل والعائلة فانا بقولك انه الشهر هذا ايجابي بالكامل ممكن انه يدعمك بشكل قوي جدا في علاقاتك على مستوى المنزل فيه منك وممكن يفكر بالترحال او التنقل او شراء منزل جديد او استرداد منزل بعود له او شيء له علاقة بالعائلة ممكن تهتم في صحة احد المقربين لا اليك او بحال طارئة بتحدث مع احد افراد العائلة فحاول قدر الامكان انك تكون حكيم في نصيحتك او في حل المشكلة اما بالنسبة لبيتك الخامس فانت عندك كثير من اللحظات العاطفية خلال هذا الشهر عندك امور الها علاقة بالمرح والفرح والنزوات والخروجة والانبساط يعني تقريبا من نقدر نقول احنا الغالب على هذا الشهر هذا الطبع في منك رح يبدأ بعلاقة عاطفية او طور علاقة عاطفية ومن في منك رح يرتبط خلال هذا الشهر بخطوبة او زفاف وممكن يفرح بحملة جديد او مولود جديد رح يدخل على حياتهم وخاصة كل الموليد يعني ما في حصر لمولود معين اما اصعب الايام اللي بتتجرد فيها من الحضوض وبتصير الفترة صعبة لدرجة انه ممكن انت اللي تختلق المشاكل او تهرب من المواجهة الحبيب في بعض الامور هي يوم اثنين ويوم ثمانية ويوم تسعة اما باقي الشهر فهو ايجابي بالكامل اما بالنسبة لبيتك السادس وهو بيت العمل والصحة فبراقي انا شهر هذا كثير منك واشخاص رح يبدأوا في عمل جديد او انهم رح يترقوا من خلال عملهم او ينتقلوا من مرحلة لمرحلة في العمل او يتوكل لهم اعمال ما كانوا يتوقعوا انهم يمسكوها رح تكون ضاغطة عليهم ولكن هي لمصلحتهم ممكن رفعها في الفترة القادمة اما على المستوى الصحي فانا شايف انه الامور خلال الشهر هذا ايجابية تدعم صحتكم ممكن المريض يوجد نوع من انواع العلاج او يكون مرتاح بحالة استقرار طيلة الشهر لكن في يومين اللي بكون فيها نوع من انواع صعوبة اللي هو اول يوم من الشهر ويوم ثمانية الشهر هدولة اليومين بس اللي ممكن تشعر ببعض التقلبات الصحية او نوع من انواع الضغط بالعمل وفي منكو ممكن يبدأ بعلاقة غرامية من في مكان عمله اللي بيشتغل فيه مع احد الزملاء او من خلال شخص بيلجأ لك بالعمل اما بالنسبة لبيت الشراك المالية والعاطفية فانا شايف الامور مستقرة طيلة الشهر في بعض الضغطات ولكن لا تذكر الا في ايام اللي هي اربع وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبع وعشرين اما باقي الشهر فهي خلافات سريعة وتنتهي في نوع من انواع الدعم ما بينك وبين الشركاء قوي جدا وخاصة اول ثلاث ايام ممكن ينطرح عليك فكرة مشروع او تطرح انت فكرة مشروع وتجد شريك يساعدك في الامور هاي او يساندك او يدعمك في نوع من انواع التواصل مع شركاءك العاطفيين ولكن بدك تحذر من بعض الايام انه ممكن يدخل في نوع من انواع الخلافات انت بغنى عنها حاول تمتصها لانه انت مش ناقصك اما بالنسبة لبيتك الثامن فبقولك انه يعني الفترات الصعبة اللي بتأثر على بيت الموارث او بيت اي شيء غيبي هو اول ثلاث ايام يوم ثمانية هدولة اصعب شيء اما باقي الايام فهي ايجابية فاللي له ديون على اشخاص ممكن يحصل عليها اللي بطلب بقرض من بنك بيقدر يحصلوا بخلال الفترة الشهر هاد امور مساعدات خارجية او دعم خارجي او مساندة من اشخاص اما يدينوك او يهبوك بعض المال فالفترة ايجابية جدا جدا راح تحصل على اموال كلها اموال انت ما بتمتلكها في نوع من انواع الجزئية راح تكون في هذا البيت انه منكو ممكن يسترد مال بعود له من تأمين او من تعويض او اموال عالقة وفي منكو راح يسترد ديون يعني مدين اشخاص ممكن يسترد امواله منهم في خلال هذا الشهر ولكن في اصعب الايام اللي احنا ذكرناها بتزيد عليك المصاريف والنفقات تحاول انك انت ما تخوض زيادة في امور المصاريف لانه الامر مش بحاجته او انت مش ناقصك اما بالنسبة لبيتك التاسع فاول سبع ايام اكثر رغبة بتصير في السفر والتنقلات والامتحانات والدراسة او عندك رغبة في التنقل او نوع من التواصل مع اشخاص اجانب او ساكنين في مكان بعيد عنك نوع من التواصل لوجود حلول او مساعدات راح يدعموك بشكل قوي جدا وممكن انت تسافر او تهاجر بالفترة هاي او تقدم على طلب هجرة وتحصل عليه خصوصا اول سبع ايام من الشهر حاول تستغل هاي الايام بكل شيء حتى لو كان عندك امتحان فهو لمصلحتك واذا عندك محكمة فهي لصالحك اما بدك تحذر انه هذا الشهر برضو في ايام بتكون فيها صعوبة على هذا الباب وهي يوم 11 يوم 12 يوم 14 15 16 17 ويوم 25 26 27 هاي الايام لا تعتمد على الحضوض ما فيه داعي للتهور ما فيه داعي للاعتماد على القدرات يعني تقول والله انا بقدر اعمل هالاشي هاد لا لا تعتمد على الحضوض نهائيا حاول انك تكون حذر اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف بيت السمعة والرغبات والاماني يعني اول تقريبا بدنا نقول 12 يوم بضغط على سمعتك بشكل قوي جدا حاول ما تجازف وما تتهور ما تخالف القوانين ما تدخل بمواجهات مع رجال الامن او القانون ما تدخل باي شيء مشبوه وخصوصا اللي هي حكينا اول 12 يوم من الشهر واخر اربع ايام من الشهر اللي هو 27 28 29 30 31 هذه الايام حاول انك انت ما تعمل اي شيء يشوه سمعتك ما تتأخر عن عملك ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل الفترة هاي بتهدد سمعتك بشكل كبير اما بالنسبة لباقي الايام فهي دعملة لك بتقدر تعزز سمعتك فيها وبتقدر تستغل امور بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه الامور اللي الها علاقة بالعلاقات العامة هي قوية جدا خلال هذا الشهر فممكن بعض الاصدقاء يدعموك في مسألة معينة او يساعدوك في مسألة معينة او يحلو لك قضية او شيء انت كان مارقك بالفترة الماضية ممكن تلاقي نوع من انواع الدعم كثير من الحفلات او المناسبات اللي ممكن انت تندعي لها خلال هذا الشهر وممكن تحصل على نوع من انواع التكريم او الهدايا ولكن في منك جزئية في خلال اول 9 ايام من الشهر او يوم 23 و24 ممكن انه من خلال مناسبة او دعوة او حفلة او هاد يبدأ بعلاقة عاطفية او يرتبط بطريقة مفاجئة جدا مع شخص يكون في نوع من انواع الارتباط والخطوبة اما في الايام الحادة جدا احنا بنحكي عنها اللي هي يوم 12 ويوم 14 15 16 17 هاي الايام بدك تكون حذر جدا من التعامل مع الاصدقاء ودير بالك تدخل بخلافات بينك وبين الاصدقاء لدرجة انه صير فيه قطيعة وما تقدر انت تصلحها بالفترة القادمة وممكن تبدأ بعلاقة صداقة جديدة وتكون مميزة بشكل كبير اما بالنسبة لبيتك 12 بيتك الاخير فانا بقول لك انه كل الكواكب موجودة في الجدي اللي هو بيت متاعبك فعشان هيك بدك تدير بالك وبرضو في النصف الاخر من الشهر الزحل رح ينتقل عندك فعشان هيك بدك تكون حذر جدا في بيت متاعبك وخصوصا ممنوع تتهور ممنوع تدخل اماكن حادي لا تدخل في اشياء مشبوهة ما تحاول انك تغامر لانه في الفترة هاي المغامرات هي تعتبر تهور ممكن تدخل في مشاكل وخلافات انت بيغنى عنها وممكن الناس تتأمر عليك بالخفاء حاول انك تمسك نفسك حاول انك تلتزم بانجاز اعمالك المكللة اليك بدون ما تخليها تتراكم عليك وتصير ضغط عليك وتصير هي تعبك حاول تهتم بصحتك قدر الامكان راقب وضعك الصحي حاول تخلد للراحة من فترة لا اخرى اذا بتشكو من اي شيء او عندك اعراض جانبية من شيء خلال هذا الشهر راجع طبيبك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء